فكرة أنه تساوس الأسنان دي مشكلة كبيرة قوي مش مشكلة معتادة لأنني يعني أنا الحقيقة شفت إعلان تجاري يعني من الناس كلها بتشوفوا يعني من أحد شركات معجون الأسنان يعني بيقولوا أن النسبة وصلت إلى أن طفل من كل اتنين في مصر عندهم تساوس الأسنان بغض النظر طبعا عن أنه لم يذكر في الإعلان مصدر المعلومة ولكن يبدو أن المشكلة كبيرة فعلا يعني إحنا بالقابل مشكلة كبيرة وبحكم أن إحنا كل الطب أسنان جامعة القاهرة فإحنا لنا السمعة الكبرى في التعامل وبيجينا من مصر كلها أكبر مستشفى جامعي وبنشوف أعداد كبيرة جدا بدون ذكر الأرقام دلوقتي لأنه دي طبعا حاجة داخلية للكلية لكن جزء كبير منهم أطفال المشكلة في الأطفال حضرتك أن الأطفال مسؤولية ذويهم بمعنى أنا بربي طفلي تربية أخلاقية لكن برضو بربي تربية غذائية وهذه التربية الغذائية أكيد ستأثر في أسنانه في تسويسها وهتأثر في صحاته العامة لأن زي ما اتفقنا وزي ما تكلمنا أن السكريات دي ستسويس الأسنان فهي ستضوص صحة الطفل ده من بدل هيتعود على نظام غذائي هو مدر ليه في مجالات أخرى في مرض السكري مثلا وفي أشياء أخرى فتسويس الأسنان برخص المواد السكرية وانتشرها وعدم وعي الأهالي بأنهم المسؤولين الحقيقيين عن تسويس أسنان أطفالهم بقينا بنشوف أطفال عندهم أربع سنين ولازم يدخلوا عشان يتعالجوا البنج الكلي فالبنج الكلي ليه مخاطر طبعا كلنا عارفينها فإن أنا حط طفلي ابني بإيدي في هذا الوضع فده يعتبر مسؤولية الأب والأم ويجب أن يتم الحديث في هذا الأمر أنت بتضر ابنك وبتضر بنتك ولي من نفاجأ به أنه مش بيبقوا مدركين الأهالي أنهما السبب في هذا التسويس لأنهما بيقول لك هو الطفل ليه سنين وسوست كده ده إحنا من نعملش ده إحنا واخدين بالنا منه فبالتالي إحنا محتاجين توعية للأهالي إيه هي طرق الوقاية مفيش طفل ينام من وهو طفل صغير على إزازة لبن لأن اللبن فيه سكر حيزو أساوي السنان مفيش طفل يدخل سريره ينام بالليل إلا ما يكون غسل سنانه بالفرشة والمعجون وهنا نحب ننوه أن الفرشة والمعجون بتحمي بنسبة حاجة و90% فعلا من التسويس فعلا فعلا وهي من الطرق الوقاية في الجسم اللي ليها نتيجة عالية جدا الفلورايد اللي موجود في معجين أسنان الأطفال هو تلت تقريبا الفلورايد اللي موجود في معجين أسنان البالغين لأن الأطفال ما يقدروش يتمضمضوا والفلورايد مادة سامة لكن طبعا السمية لها دعوة بالكمية فعشان كده عند الأطفال أقل ومعجين أسنان الأطفال بيذكر عليها كمان المراحل العمرية مظبوط يعني أنه هو بيبقى المعجون ده مناسب مثلا تحت سن سنتين أو فوق سن سنتين أو ما إلى ذلك ولو بصينا على معجون الأسنان فهو متوسط 10 جنيه يعني برقم معقول جدا ومقبول جدا والفرشة برقم مقبول جدا فلو بصينا أن الأهالي دخلوا في نظام أطفالهم اليومي من وهم أطفال غسيل الأسنان بعد كل وجبة وخصوصا قبل النوم لأن التسوس بيحدث أكثر في فترة دي لأنه ما بيبقاش في أي حركة لمدة كذا ساعة في الفم فهم بيحموهم جسمانيا وماديا من أشياء كتيرة جدا بعد كده هتحتصلهم طيب قبل ما نترك النقطة دي دكتور كريم اسمح لي أن أنا أسأل الأسئلة اللي بيسألوها الناس في البيوت بالنيابة عن الأباء والأمهات وحتى الكبارية هل كل أنواع السكريات تحدث نفس الضرر بمعنى يعني بمعنى مثلا أن العصائر تحدث نفس ضرر الشوكولاتة نفس ضرر مثلا المواد اللازجة ولا في مواد أكثر خطورة من غيرها ده أول سؤال مثلا المواد اللتي يعني خلينا نبسطها المواد اللي هتقعد في بقنا أكتر أخطر لأن التلات دواير اللي كلمنا عنهم في الأول حيتقبلوا فترة أطول فكل ما كانت السكريات دي لازجة ملتصقة كل ما كانت أخطر نبسطها بمثال حي بسيط لو أنا خدت شوكولاتاية طلع طعم التلاجة فهي مش سيحة لكن لو نفس الشوكولاتاية سيحة فهي حتلزق فرق بينهم كبير لو أنا خدت عصير سائل فاحتماليات إنه يلزق أقل بيتشرب على طول السكر دخل وممكن يعمل ضرر لكن الضرر مش هيبقى زي حاجة التسقت بالسنة وبقت ساعات وفي الساعات دي عملت المشاكل عشان كده بنقول بعد الأكل نخسط سننة عشان أي شيء مازال ملتصق يتشال الفلورايد موجود الحمد لله عندنا في الميت الشرب يعني فيه دول مش خطة في ميت الشرب إحنا حطينه في ميت الشرب في مصر الحمد لله يحتاجين كمان معجين الأسنان كفلورايد تدخل وغسيل الأسنان يبقى في الفترات المحددة ده يشيل المشاكل التساقية لكن في كل الأحوال لازم أبتدي أستعيد عن السكريات على قد مقدر بلقي غير السكريات بلقي غير السكريات يعني هو حضرتك بنتكلم على أن النمط الغذائي العام للأطفال أو حتى للأسرة لأن الأطفال هو عملية محاكاة للأهل يعني غالبا ما بيكونش فيه أهل يعني راشدين في التعامل مع السكريات بوعي وحرص ويطلع الطفل خارج هذا الإطار والعكس طبعا صحيح أنه الطفل لما بيكون منفتح باندفاع شديد ناحية المواد الخطيرة على فمه وأسنانه بيكون ده مراية لسلوك الأب والأم أو لليه اللي بيحصل في البيت ترجمة نانسي قنقر